ازدانت الشوارع والطرقات والصحات العامة والحدائق والميادين والواجهات بالأعلام وجاء استبدال الأماكن المظلمة والضانكة والتي تحتوي الركام والسواد بزينة الأعلام والأضواء لكي تمحو المدينة تلك الأطار وتزدل الذكريات المؤلمة ابتهاجا بالكرامة التي أضحلت كل مشاهد الدم والإرهاب والغراب بالسود تزينت مدينة بنغازي بالأعلام استعدادا لاحتفالات ذكرى طورة الكرامة حيث تتواصل خلال هذه الأيام أعمال النظافة المكثفة والتي تستهدف إزالة جميع المخلفات وأقوام الأتربة وهياكل السيارات المتهاركة وطلاء الأرصفة بالمدخر الشرقي الممتد من منطقة سيدي خليفة مرورا بمناطق بودزيرة والكويفية وحي السلام تأتي هذه الأعمال ضمن الاستعدادات لاحتفالات أهالي المدينة بعرس انتصارها على الإرهاب في طورة الكرامة الذي خضته قوات الجيش الوطني بقيادة القائد العام لقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لأكثر من ثلاث سنوات وبدأت الطائرات التي ناصرت القوات المسلحة في حربها على الإرهاب بالعرض في سماء العصية لتخبر العالم بأنها ليست للحروب فقط بل بعد انتصارنا تكون في وقت السلام ضيورا تزين السماء لتحيي الجماهير التي ساعدت على انتصار جيشها لقناة ريبيا الحدث أحمد الطيب